ان تضرب ماليشيا ايران سفينة اغاثية في باب المندب فهذا دليل جديد ان تهديد الماليشيا الايرانية يتعدى حدود الوطن ومصالح الاقليم ليغضو تهديدا للامن والاستقرار الدوليين وان تتمكن قوات التحالف العربي حسب تصريحات اللواء عسيري من استهداف زوارق الهجوم التابعة للماليشيا فذلك تأكيد اخر ان منطلق اللارد على العبث الايراني بالمنطقة هو منطق مضى عهده وولا استهداف ماليشيا ايران للسفن في مضيق باب المندب المرتبط بمصالح العالم كله وربط الحادثة بمضيق هرمز وسيطرة ايران عليه كل ذلك يسلط الضوء على ابعاد خطيرة في مشروع ايراني يهدف للسيطرة على مضائق عالمية وتضييق الخناق على شبه الجزيرة العربية وهو مشروع تريد ايران من خلاله استكمال هلالها الطائفي البري بتضييق بحري لن ينجو منه احد بحسب قيادة التحالف العربي قامت قوات التحالف فجر السبت بعملية انقاذ لركاب مدنيين بعد استهداف الماليشيات الحوثية للسفينة المدنية الاماراتية سويفت واذا كانت قوات التحالف قد نجحت في انقاذ ركاب السفينة فان الحادثة تدفع للتعجيل بخطة تنقذ سفينة الوطن العربي كله وهي خطة تستلزم استكمال تأمين موانئ اليمن كافة بما يعنيه ذلك من استعادة الموانئ التي ما تزال تحت سيطرة الانقلابيين وهي الثغرات التي ينفذ منها الكيد الايراني المتربص بسلم المنطقة والعالم ومع تأمين الموانئ يفترض ايضا استكمال تأمين كل الجزر اليمنية خصوصا وانه سبق لايران استخدام الجزر في تأهيل ماليشياتها وهي اليوم تستخدم موانئ وجزرا يمنية في تنفيذ ما دربت ماليشياتها عليه تهديد سلم العربي والعالم وحتى لحظة استكمال رفع اليد الايرانية وفق خطة انقاذ عربية تبقى موانئ اليمن وجزرها في الانتظار